الميليشيات لا تحب أن يكون هناك قوة عسكرية نظامية في العراق إذا نذكر أن القرار الذي رحبوا به الأول كان حل الجيش العراقي والقوات المسلحة والأمنية إلى آخره وتفتيتها هذا كان القرار الذي بالنسبة لهم سعيد جدا الذي صار خارج إرادتهم أنه معركة مع داعش تقوت القوات العراقية وزاد قدرة الجيش العراقي النظامي وتنوع أسماء القطاعات الموجودة ستة أو سبع أنواع من القطاعات الموجودة هذه كلهم تلك قدرة وقوة وخبرة قتالية في مواجهة داعش هذا أزعج إيران ويزعج الميليشيات فوق من هذا هناك طائرات F-60 التي هي بالنسبة لهم طائرات أمريكية لحد الآن مثل ما عرضت بالتقرير الطيارين لا يمتلكوا خبرة وشركة لوكهيد هي ليست فقط شركة صيانة طائرات F-60 لا يمكن أن تطير بدون إذن من شركة لوكهيد لأن مهندسيها يثبتوا أن هذه الطائرة صالحة لها الإقلاع في هذه اللحظة في هذا الوقت في هذه المهمة أو لا يعني معنات أستاذ نشام عفوا هذه نقطة مهمة معنات